شارك مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية قادة ورؤسة ووفود دول العالم في الجلسة الافتتاحية لمناقشة الجمعية للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين والتي تناقش قضايا عدة تهم جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بهدف الإسهام في وضع حلول الأزمات الرهنة والتوصل لمستقبل أفضل لكل دول وشعوب العالم وفي كلمته طلب معالي السيد أنتونيو غويتريش الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة العمل على مكافحة الإرهاب ووقفه وحرمانه من التمويل مشيرا إلى تشكيل لجنة وساطة دولية لحل الأزمات المختلفة مؤكدا على ضرورة احترام اتفاق باريس لتغير المناخ وعلى دعم اللاجئين وتقديم أوجه المساعدة لهم بدلا من غلق الحدود أمامهم كما تحدث معالي السيد ميريسولاف لجاك رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة مستعرضا التحديات التي تواجه المجتمع الدولي ومن أبرزها استمرار الفقر والإرهاب والآثار السلبية لتغير المناخ مؤكدا أن هذه التحديات تطال الجميع وأن المدنيين هم الذين يدفعون ثمن استمرار النزاعات مشددا على ضرورة تحقيق السلام والعمل من أجل الوقاية من الأزمات وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة انتقد فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكوريا الشمالية مؤكدا أن تجاربا نووية لكوريا الشمالية تشكل تهديدا خطيرا على العالم وعلى الرد الحاسم على صواريخها التي تهدد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وأن النزع السلاح النووي هو الطريق الوحيد أمام كوريا الشمالية وأوضح الرئيس دونالد ترامب أن النظام في إيران خارج عن القانون ويقود السلام في الشرق الأوسط وأن الشعب الإيراني هو ضحية ممارسات هذا النظام الذي ينفق أموال النفط على دعم الإرهاب وحزب الله الإرهابي مشددا على أن هذا النظام لن يستمر إلى الأبد وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه على جرائمه وصفا الاتفاق النووي بين المجتمع الدولي وإيران بأنه الأسوأ في التاريخ وأضف الرئيس الأمريكي أن إيران تعمل كأسوأ نظام ديكتاتوري وأنه قد حان الوقت للعالم أن يمنع إيران من الاستمرار في سياستها وأن تتوقف الحكومة الإيرانية عن دعم الإرهاب وتحترم سيادة جيرانها من الدول وطلب فخامة الرئيس الأمريكي بضرورة التعاون في مواجهة الدول التي تدعم التطرف وجماعات الإرهابية والأيدلوجيات والراديكالية وأولئك الذين يحاولون نشر الفوضى وخاصة بعد أن انتشر الإرهاب في كل مكان من العالم ما يفرض مواجهته والتصدي له من أجل إحلال السلام والأمن ومن أبرز المتحدثين بالمناقشة العامة في يومها الأول جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس إمانويل ماكرون رئيس جمهورية الجمهورية الفرنسية موسيقى موسيقى موسيقى